إلى ذلك أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحدتها في قطاع غزة لسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حيث تمت نقشة تطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الجاري والقصف الإسرائيلي العنيس الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر فضلا عما تحمله من تهديدات لأمن المنطقة واستقرارها أحط شكري نظيره الإيراني بالجهود التي تفذلها مصر من أجل خفض التصعيد وتحقيق التهديئة المنشودة فضلا عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منها كما حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها